هذا وكان معالي السيد شاه محمود قريشي وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة قد وصل اليوم إلى مملكة البحرين في زيارة رسمية للمشاركة في الاجتماع الثاني للجنة الوزرية المشتركة البحرينية الباكستانية كان في استقبال معاليه سعادة الدكتور عبداللطيب الراشد الزياني وزير الخارجية وسعادة السفير توفيق أحمد المنصور وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية وسعادة السيد محمد إبراهيم محمد سفير مملكة البحرين لدى جمهورية باكستان الإسلامية وسعادة السيد محمد أيوب سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى مملكة البحرين اشتركوا في القناة